يعني انت عارفت سويسة. وانا لعبت للهلية زمر كوية اكتر. واللاعبت للهلية بقى نم روح بالنسبات لك اسماعيل. لما رحت install الاهليOOOOO بقى انتماءك لإسماعيلي والاهلي. فانت النهاردة في الحتة لا تشغل فيها تمام يعني انت رجل مش متعصب يعني انت كنت بتحب زمانةê كنت سغير وبعد كده بقت تسمع اللاوي وبعد كده روحت الاهلي بتحب النادي الاهلي فبالتالي يعني انت مآتك عشان كده الايرحمو ابرميوسف الايرحمو كان يقول لي انت منتخب مصر براهيم الله يرحمو اصطبعنا نجيل واحد انا بريم الله يعرفه فكان يقول لي انت منتخب مصر ما بتميلش الحدي يعني انت بتحب الناس كلها وربين يوفى ان شاء الله بزيلا ان شاء الله. كاتن حمادة ايه علاقتك بالكاتن شو بينما كنت بتلعب في الاهلي? يعني علاقتك كنتك عاملة ازاي? علاقتنا قبل الاهلي كو سجدت. جدا قبل الاهلي. قبل الاهلي? قبل الاهلي. اه. احنا مع بعض منتخب الشباب سنة سبعة وسبعين. ياه? اه. انتوا جيل واحد? جيل واحد. يعني متخب شباب ده يعني سن واحد? اه. بالزبط. اه. فاحنا مع بعض من سبعة وسبعين. العلاقة طيبة جدا بينه وبينه. وكانت حتى مراتي صاحبة مراته في فترة اللي احنا كنا لعبت كرة. يعني في بداية العمر. اه. وبعدين هو حتى في فرحي كان اقام بدور مهم جدا كان موجود معي بشكل اساسي موجود كزميل كنت انا في المون العرب عميها. اه. اه. هو في الاهلي. بس انا طبعا عشان لعبت قبله. انا قلت بالك يعني هو كان مع بعض في المتخب الشباب. اه. بس انا في الاسماعيلي لعبت قبله درجة اولى يعني مسلا بلع. اه لان هو كان اتسمى ايوب الكرة المصرية لانه كان احتياطي لسابة الباطل واجرامي سنوات طويلة. بفوق من النادي الاهلي طبعا. طبعا. اه. حرست المرمى دي. اه. فانا كنت بلع بس الاسماعيلي ستة واسماعيلي سببس درجة دور ممتاز. اه. هو اللي همتخشوا. اه. اللي هلقت طيبة جدا اه. لغاية لما حتى هو